أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سفير حسام زكي أن مخرجات القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة ستعكس بشكل واضح إصرار الدول العربية على دعم القضية الفلسطينية هذا وقد أضاف السفير حسام زكي خلال حواره مع التليفزيون المصري أن هناك رفضا عربيا للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية مشيرا إلى أن هذه العملية سيكون لها تدعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة نتحدث عن الجهد المصري في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية والتوترات الحاصلة للحدود المصرية في رفح المصرية كيف فنزم ستتعامل القمة العربية الثلاثة والثلاثين مع هذا الأمر هناك موقف واضح من القمة ستتطلعون عليه يوم الخميس إن شاء الله موقف واضح في رفض وإدانة كل التحركات التي قامت بها إسرائيل في موضوع رفح وأعتقد أنه من المهم أن يلتفت الجانب الآخر إلى ما تقوله مصر وما يقوله العرب في هذا الموضوع لأن هذا موضوع ممكن يكون لها تدعات سلبية كبيرة على الاستقرار في المنطقة فنزم هل مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة وتمسك بها العرب في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية؟ مبادرة السلام العربية قائمة وموجودة على الطاولة ولم تتغير ولم تتبدل ولم تسحب هي مبادرة عربية وموجودة ونحن راضون عنها والدول العربية راضية عنها وهي تحرج الجانب الآخر لأنها تظهر بمظهر الرافض للسلام وغير القادر على أنه يتعاون ويتعامل بشكل جدي مع الطرح العربي في السلام فبالتالي من المصلحة بقاها كما هي كيف يستعملون مع تطلعات الشارع العربي للخروج بقرارات تتعامل مع الأزمة العربية؟ الشارع العربي له طموحات كبرى دائما لا نلوم عليها بالعكس المتفاهمة ولكن دائما نشرح حدود المعقول وحدود الممكن الذي يمكن للقادة أن هم يتخذوا من قرارات حتى يوازنوا ما بين المصالح العربية في مجملها ومساعدتهم لهذه القضية أو تلك من ناحية تانية فهي مسائل دقيقة جدا تحتاج وتوازنات دقيقة جدا نثق أن النخب العربية تفهمها نتمنى أنها تفهمها بالشكل المزبوط وهي مسألة حقيقة معضلة دائما تواجه متخذ القرار العربي ما بين طموحات الرأي العام وما بين ضرورات السياسة والواقعية السياسية